على سرير المرض وأشبه بهيكل عظمي فقد كل شعر ووزنه وبقى بني آدم تاني غير اللي الناس تعرفوه إيه اللي حصل للنجم إيمان البحر درويش وإيه السبب في تدهور حالته الصحية تصدر اسم الفنان الكبير إيمان البحر درويش تراند على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما بنته أمنية نشرت صورة لي وهو في حالة صحية متدهورة مهما فقد كل شعر وجزء كبير جدا من وزنه وكتبت عليها سيشهد التاريخ إن ده بقى إيمان البحر درويش تفاعل مع البوست بتاعها آلاف في منهم اللي رفض الصورة وشاف إنها بتين قامة كبيرة زيه وفيه اللي دعالوا بالشفاء وتمنالوا يسترد صحته لكن أكتر سؤال تسأل كان إيه اللي حصل وإيه اللي وصلوا للمرحلة دي والناس بدأت تربطها بالتصريحات اللي قالها من فترة طويلة وبعدها اختفى عن الساحة تماما واللي مع اختفاءه الناس بدأت تتكلم عن إن تم تقاله لكن ده كان قبل ما تطلع بنته أمنية وتنفيذة تماما وكتبت على حسبها وقالت والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي مش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر درويش فين إيمان البحر درويش أبوي بخير ومش تحت سيطرت حد ومحدش اعتقله لكن هو في العناية المركزة عشان حصلت له انتكاسة ويريت تدعوله ومن بعدها انقطعت كل أخبار إيمان البحر درويش لحد ما قال صديقه الشاعر عوض بدوي إنه بخير وبيكمل علاجه الطبيعي بداية الأزمة كانت في 2017 لما تعرض لنزيف حاد في المخ وعمل أكتر بين جراحة وبعد سنة من وعكته الصحية طلع وقال بعض التصريحات اللي ممكن نقول عليها غاضبة وقال إن السبب في أزمته الصحية هي مشكله مع نقابة المهن الموسيقية وده بعد تصريحات هاني شاكر وقتها إنه هيتم شطبه تهديده بالسجن في حالة إنه غنى تانيه وقال إن النقابة عملت معايا على إنه عضو منتسب مش عضو عامل وما تحملتش نفقات علاجه وخلال السنين اللي فاتت فضل من وقت للتاني بيتعرض لانتكاسات صحية وكان بياخد جلسات عليك طبيعي كتير بعد ما تصاب بشلل نتيجة الجلطات اللي تصاب بيها ورجع مرة تانية يتلقى العلاج في المستشفى وفي تحرك سريع أعلنت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقالت عن تكلفها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديراً لموهبته ومشواره الفني المميز وقالت الشركة في بيانها إنها توصلت مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة تمهيداً لتوفير أفضل السبل العلاجية ليه إيمان البحر درويش وحفيد العظيم سيد درويش واللي قدر يعيد إحياء أعمال جده سيد درويش وقدمها بطريقة ممتازة لأت أعجاب ناس كتير وكمعظمها في المنطقة العربية برغم من اختلاف أسلوب أغانية عن أنماط الغنى السائدة حالياً وكمان معروف أنه بيعرف يمثل كويس خاصة في فيلم حكاية في كلمتين ودوروا البطولة طبعاً في مسلسل الإمام الشفعي ومسرحية بنت الحكومة إيمان البحر درويش قام كبيرة جداً وعرفوا كل الأجيال وحبوه وصورته في الوضع ده واجعت ناس كتير وزعلتهم عليه والكل دلوقتي بيرايله إنه يستعيد صحته قوته ويرجع تاني يوقف على رجله ويرجع لحياته بشكل طبيعي اشتركوا في القناة